السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاصل لكم النهاردة تفسير ورؤية طبخ الدجاج في المنام ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم رؤية الدجاج المطبوخ في المنام وخاصة الدجاج المشوي تشير إلى الحصول على الأموال الكثيرة بعد بزل جهد حلم أكل رأس الدجاج المطبوخة علامة على فقدان سيدة من أقارب الرأي حلم أكل أرجل الدجاج يشير إلى مواجهة الكثير من المشاكل والصعوبات رؤية أكل فخد الدجاج في منام الرجل المتزوج إشارة إلى حبه لزوجته حلم طبخ الدجاج يشير إلى قدوم الأحداث والمنسابات الصرة زراطة العزباء إنها تطبخ الدجاجة فتلك إشارة إلى خطبتها رؤية الدجاجة في منام العزباء يشير إلى اقتراب الزواج حلم الدجاج للعزباء يرمز إلى النجاح في الحياة وتحقيق الأهداف زراطة الفتاة العزباء الدجاج الحي في منامها فتلك إشارة إلى قوتها وطموحتها رؤية طبخ الدجاج للعزباء إشارة إلى اقتراب الخطبة رؤية الفتاة تشتري الدجاج تشير إلى الحصول على الكثير من الأموال أو الحصول على عمل جديد إذا رأى الشخص في منامه دجاج مسبوح ونظيف ويظهر على وجهه الفرح والسرور والراحة فتلك إشارة إلى انتهاء المشاكل وزوال الهموم حلم زبح الدجاج وتنظيفه للعزباء يشير إلى قدوم الخير والزيادة في الرزق رؤية المرأة المتزوجة إنها تسبح الدجاج وتقوم بتنظيفه ثم تحفظه في التلاجة يشير إلى أخلصها لأسرتها وأولادها وحبها لهم بديدكم نهاية حلقة النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتنسوا اشتدعموني باللايك والاشتراك في القناة